كشفت وسائل إعلام بريطانيا أنه من المقرر اختبار لقاح السرطان على البشر والذي شفى 97% من أورام الدم في الفيران وأن من سيتم تجربة الدواء عليهم يعانون من ورام الغدد اللنفاوية منخفضة الدرجة هذا العام وبحسب الديلميل فلا يحتاج المرضى الذين يتلقون اللقاح إلى أي علاج كيميائي حيث من المتوقع أن تكون الآثار الجانبية لهذا اللقاح حما خفيفة وحساسية من وغزة اللبر ويعمل اللقاح عن طريق تنشيط جهاز المناعة لمهاجمة الأورام ويتوقع أن يكون هذا اللقاح فعال في الأورام اللنفاوية منخفضة الدرجة والتي تصيب بعض خلايا الدم البيضاء وتستجيب بشكل عام للعلاج وهناك حوالي 1.7 مليون شخص جديد يصابون بالسرطان كل عام في الولايات المتحدة قال الكاتب الرئيسي الدكتور رونالد ريفي من جامعة ستانفورد لدينا مشكلة كبيرة وهي السرطان ولن نكون راضين حتى نجد حلولا لجميع أشكال السرطانات وقام الباحثون بزراعة اثنين من الأورام المتطابقة في مواقع مفصلة في أجسام الفيران وتم حقن أحد هذه الأورام باللقاح والذي به آثار تنشيط الخلايا التي تطلق استجابة مناعية ضد الأجسام الغريبة مثل الفيروسات في أجسام الحيوانات ووجدت النتائج أن اللقاح استطاع أن يشفي أنواع متعددة من السرطان بالإضافة إلى أنه يمنع المرض من الظهور ونشرت النتائج في دورية Science Translational Medicine وفي كانون الثاني يناير من هذا العام توصل بحث تم نشره في مجلة Cell Chemical Biology إلى أن هناك عقارات للسرطان يمكن أن توقف المرض من الانتشار ويستهدف الدواء الذي لم يكتر اسمه بعد إنزيما محددا يغذي انتشار الأورام وحتى الآن من غير الواضح متى يمكن أن يكون العقار متاحا ويعمل العقار عن طريق منع الأورام من الالتصاق بالبروتين الذي تحتاجه هذه الأورام لتنتشر